هي قصة أبو جندل وأبو بصير قصة واحدة جاءت في صيحة البخاري لما سهيل بن عمرو جاء عفواً جاء عمل صلحة الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سهيل بن عمرو مشرك كافر وبدأت القصة كلها مشهورة عندكم قال أكتب بسم الله قال بسم الله الرحمن الرحيم قال أنا أعرف رحمانا ولا رحيما أكتب باسمك اللهم ثاني قال أكتب من محمد رسول الله قال لو نعلم أنك رسول الله لما قاتلناك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لا تعلمون أني رسول الله ولكن أكتب من محمد بن عبد الله والصلح بتاع الحديبية المشهور بعد ذلك كان ببنود الصلح ثلاثة بنود من بنود الشاهد في الأمر إنه لو واحد جاء من جهة المشركين من جهة ناس قريش مسلم كافر جاء يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه إذا جاء للنبي النبي يرجعه لها لو يرجع لهم لو مسلم ولا كافر ولو واحد لو واحد جاء من هناك شنو النبي صلى الله عليه وسلم شنو يرجعه وليس العكس حتى عمر الخطاب قال ألسنا على الحق يا رسول الله ألست نبي الله إلى آخره فقام جاء أبو جندل ده وجاء عزبوا المشركين عذاب شديد أثناء الصلح شغال ذات جاء وقع طوالف الوطاء معزب مجرح تعبان فسهير بن عمرو قال لي إن أول ما تبدأ به يا محمد أن ترد إلينا هذا ده ترجعه لأنه الصلح تم صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم رجع له حتى أبو جندل بقول أتيتكم مسلما تردونني للمشركين إلى آخره لكن ده وحلي من الله سبحانه وتعالى وبسبب صلح الحديبية ده حصل الفتح المبين ربنا قال إنا فتحنا لك فتحا مبينة الفتح المبين في الآية دي ما فتح مكة الصحيح إنه صلح شنا جماعة بسبب صلح الحديبية جاء الفتح المبين بسببه إنه الإسلام انتشر انتشار أكثر من ذي قبل بسبب هذا الصلح بعد ذلك أبو بصير ده قام الجماعة الماسكن من المشركين قال للمشرك ده كده سيفك سيفك جميل وكذا مسكوا وقطعوا وشرك ده ما كان معنا وزارة الله صلى الله عليه وسلم كان بر دولة النبي صلى الله عليه وسلم شاء ما تقول دليل على إنه يجوز إنت داخل دولة يحكم حاكم مسلم تقوم تاني تعمل لك جماعات شنو جهادية أبو جندل كان بر أصلا مسلموا للمشركين ومشى عمل العملية دي هناك شاكيدا النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلو أمه مسعر حرب لو كان له جنود أو كان له أعوان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عمل شيء كان قد يحصل بسبب حرب عمله هناك والنبي صلى الله عليه وسلم ما قرره عمله هناك وبر دولة الإسلام عندهم هناك عنده وطوالي شرد مشى بعد ذاك لحقبيه وأبو بصير بيقوا اتنين أبو جندل وأبو بصير وبقى أي واحد أسلم من المشركين أسلم بيقى طوالي يمشي يلحق منه يلحق أبو جندل أو بصير يعني بيقوا به ثلاثة بيقوا في النبي صلى الله سلم لدولته في المدينة وبيقوا في المشركين دي الكفار قريش وبيقوا في جماعة بتاعين أبو جندل وبصير قاعدين هناك تحت الجبل لا تابعين لي ناس مكة ناس قريش ولا تابعين لي دولة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا هم مسلمين بيقوا براهم بغادي خلاص يعني هم ما يطلعوا من دولة النبي صلى الله سلم والدولة الإسلامية وهم لهم جماعة هم ما خشوا فيه أصلا لأنه الصلح منعه منه شنو إنه يخشوا هنا دولة المدينة فلما نعملوا كده بيقوا أي عير لقريش ماشى الشام أو جاء من الشام شاء لبضاعة بيقوا يقصوا رقاب الكفار ويشيلوا البضاعة قام طوال كفار قريش جلو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا أخي الصلح دا دا ننتهي منه براه وأنزل الله عز وجل في ذلك آيات تتلى إلى يوم القيامة دا الموضوع فدل ما كانوا أصلا تحي دولة النبي عليه الصلاة والسلام أساسا لأنه ما كان يحق الممشو ذاته حسب صلحنا جماعة الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الإمام إنما آدات حصر تذبت الصفة للمذكور وتنفيعا ما عداه إنما الإمام عن الحاكم جنة يقاتل من ورائه ويتقى به من ورائه دي كان يفسروا لنا جماعة من ورائه ممكن تكون من قدامه هي من وراه ممكن تكون من قدامه إذن أي جهاد إسلامي صحيح لابد يكون من ور منه الحاكم ما ممكن يكون من قدامه يعني ما ممكن نحن نعمل جماعة جهدية بدون علم شنو الحاكم زي ما قاعد عملوا التنظيمات الآن داعش جبهة النصرة تنظيم القاعدة واحد فيها نجح ماف واحد فيها نجح ماف آخر آخر تجربة تجربة داعش دي يخذ الكتل المسلمين صاروخ واحد ما فكوه على اليهود أنا بتحدى يزول بناصر دولة داعش دي يورين صاروخ صاروخ شنو نبلة فكوة والله نبلة فكوة جاء إسرائيل لاقاكم يا جماعة ده ما بخلي زول مش شك يخلي زول يتيقن إنه جماعة هذه الأصلا شغلتهم مع اليهود مشوا كتلوا المسلمين في سوريا وفي العراق وفي الشام وإين وسبوا النساء المسلمين تجي هددوك بالكلاش يشيلوا بيتك ولك هذا جهاد النكاح الله أكبر ولله الحمد سوك بيتك مش ده دين يا ناس ده دين وبنات طلعا من هنا ومن هناك وهذه تطلع عمره سبعتاشر سنة تمشي هناك تجي راجع شهر للا جنة ده جبت من وين من جهاد النكاح ده زينة يا ناس زينة لقول النبي عليه الصلاة وسلام أي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات والحديث صحيح في مصنف الإمام أحمد وبالسلسلة صحيحة وأيضا عند أبي داود قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فده ما نكاح ما زواج شرعي ده زينة اللي يعملون الناس داعش وجماعات التكفيرية الإرهابية دي فأنا برسل رسالة جميع الشباب والأخونا ده برضو التنظيمات يا جماعة تنظيمات والله ضالة ما عند أي علاقة بل منهج الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فلننتبه لهذا صح عندكم حماس للجهاد عندنا حماس إن دولة الإسلامية ترجع عندنا عندنا الإسلام ينتشر لكن دمب انتشر إلا إذا سلكنا سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك موصاكم به لعلكم تتقون